اشتركوا في القناة فيما يتعلق بسوريا تحديدا ابتدت تنتقل للعاصمة ابتدنا نشوفها في دمشق هل ده معناه انه النظام السوري او نظام الاسد على وشك السقوط يعني اسئلة كتير جدا الحقيقة ولكن في الاخر مهما كانت الاجابات هو واحد بس اللي بيدفع التمن هو الشعب السوري فافتكر انه النزيف الدماء اللي حاصل في سوريا ده لابد ان يقف باي شكل من الاشكال ازاي ممكن ده يا حصال هنحاول نتكلم النهاردة مع دفنة هو الاستاذ سعيد محمد احمد مدير تحرير بوكالة انباء الشرق الاوسط صباح الخير استاذ سعيد اهلا بحديتك معنا وكل سنة وحديتك طيب كل سنة وحديتك طيب يا فاندم الحقيقة الوضع في سوريا حديتك شايفه ازاي وزاي ممكن نتكلم فيه يعني حابب تتدي بايه عن سوريا والله زي ما حضرتك ذأتي في البداية في المقدمة بالفعل الوضع الرهم في سوريا وضع مخيف وضع مرعب ووضع يعني يسير الكثير من المخاوف والقلق سواء في الداخل السوري او في خارج سوريا او سواء على المستوى الاقليمي او على المستوى الدولي القضية السورية قضية متشبكة قضية صعبة قضية ايضا فيها خيارات كثيرة وفيها مصالح ومصالح دول كبرى وتتعارض فيها مع مصالح دول اخرى زي ما بنشهد وبنسمع عن الصراع الامريكي الروسي فيما يتعلق بالازمة السورية هناك موقف امريكي وفيه موقف داعم للجيش السوري الحر مع الامريكان الدول الغربية في مواجهة الموقف الروسي والموقف الصيني اللي بيأكدوا على اهمية وضرورة ان يكون هناك حل هذه المشكلة بالطريقة الدبلوماسية وليس بما يجري حاليا من عملية مساعدة للجيش السوري الحر الوضع الراهن النهاردة في الداخل السوري اصبح شديد شديد الخطورة كاريسي بمعنى الكلمة اصر تأثير كبير على الداخل السوري على الشعب السوري في الداخل اصفر عنه الكثير من النتائج من الهجرة الداخلية حتى ان الكثير من المواطنين والالاف من المواطنين السوريين حتى في داخل العاصمة دمشق اصبحوا اليوم لاجئين بيتوجهوا وبيتركوا منازلهم بيتوجهوا الى اماكن تجمعات قد تكون امنة لهم ده حدث بالفعل خلال الاسبوع الماضي في اعقاب عملية اغتيال خلية ادارة الازمة في وهي المتعلقة بالامن القوم السوري واللي راح ضحيتها اربعة من قادة من القادة العسكريين والامنيين وده ادى احساس كبير لدى الجيش السوري الحر بقرب سقوط النظام وده ورفع من معلميات المسلحين في المعارضة السورية لدرجة انه وفقا لما ذكرته بعض الصحف العربية ان ساعة الصفر كانت بالون اختبار لنظرية سقوط النظام في سوريا اللي ترافق معها بالفعل دخول الالاف من المسلحين وبشكل مفاجئ على العاصمة دمشق سبب صدمة للنظام اضافة الى الصدمة السابقة والتي كانت متعلقة بعملية اغتيال مجموعة خلية ادارة الازمة كل هذه العوامل ساهمت في عملية خلخلة وارتباك شديد جدا داخل النظام ترافق معها ايضا الاعلان ضمن ساعة الصفر وهي اعتقد انها كانت بالون اختبار من قبل الجيش السوري الحر انهم عملوا عملية تقطيع للطرق الرئيسية في مطار دمشق الدولي الطريق الدولي الذي يرمت ما بين دمشق وبيروت في محاولة لعملية تفصيص والاستلاء على بعض الاحياء في العاصمة دمشق استدرك النظام السوري وباستدعاء لقوات جيش من الجولان وعادة السيطرة وانه تمكن بالفعل خلال الايام القليلة المواضية من السيطرة واعادة السيطرة على الاحياء التي كان قد دخلها الالاف من المسلحين من الجيش السوري الحر واعتقد ان دي بتعتبر منورة بيقوم بها الجيش السوري الحر في اطار قد تكون عملية خداع قد تكون عملية اختبار اختبار لكيفية التعامل للنظام مع هذه ما جرى في الأزمة الأسبوع الماضي أيضا طبعا كان رد الفعل رد طبعا شديد العنف تحركة القوات النظامية القوات الحكومية باتجاه العديد من الاحياء في دمشق منها حي البيدان منها حي القابون منها مساكن برزة وبالاليات السقيلة بالمدفعية وبالدبابات وصواريخ الهون بدك الأماكن التي يقيم فيها أو يتواجد فيها المسلحين من الجيش السوري الحر والذي يعتبر النظام السوري هم جماعات إرهابية مسلحة وأن سوريا تتعرض لمؤامرة كبيرة ومؤامرة كونية زي البلغية بيشارك فيها العالم كله لإسقاط النظام السوري أيضا الموقف الروسي هو موقف داعم للنظام موقف داعم لمخاوف روسيا من انهيار الدولة السورية وهذه هي المخاوف التي بتسعى روسيا بصفة دائمة وبصفة بستمرها على التأكيد على أهمية وخطورة سقوط الدولة السورية الحقيقة أنه كمان فكرة استقالة السفراء دي يعني شيء غريب شوية يعني بتفصل حاجتك بإيه فكرة استقالة العديد من السفراء في أماكن مختلفة والله أعتقد أنها تعتبر في إطار الحرب النفسية يعني عندما يتقدم سفير هنا أو سفيرة هناك لكن أتصور عندما يكون الدبلوانسية السورية في الخارج قد اجتمعت على رأي واحد وقامت بضوء أعتقد قد يكون جزء مفصلي في التحول للصراع على سوريا لكن ما يجري هي كلها في إطار الحرب النفسية السفير هنا سفيرة هناك في التباس في العديد من المعلومات في الأخبار هناك أخبار غير مؤكدة فيما يتعلق بالسفير السوري في قطر هناك يقولون أنه جرى تحت ضغط من زوجته يعني المسائل كلها مسائل ملتجة وفي تأدير ليست مؤثرة بشكل كبير بقدر تأثير انشقاك كبير ينتظر الجيش السوري الحرب وتنتظر المعارضة السورية من الجيش النظامي وقد يكون هذا هو المفصل الحقيقي في تحول الصراع في سوريا إذا ما حدث انشقاك وانشقاك كبير رغم الانشقاكات التي تتم بشكل يومي سواء على الصعيد الفردس سواء على الصعيد الجنود أو الكبير ضباط القوات المسلحة أو صرار الضباط لكن هي قد تكون عوام مساعدة ولكنها غير مؤثرة الغير مؤثر أيضا أن الجيش السوري الحر لا يملك أسلحة لا يملك أسلحة سقيلة لا يملك طائرات ولكن الجيش السوري حاليا هو جوش قوي لا زال مع النظام يملك القوة يملك الأسلحة السقيلة يملك الطائرات يستطيع هو فيه كمان أخبار تم نشرها من خلال وكلات الأنباء من المبارح أو المبارح تقريبا عن وصول أسلحة كيموية على الخدود لا هو مش وصول أسلحة كيموية هو المتحدث الرسمي باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي أعلن ولا أول مرة في مؤتمر صحفي بعد إعلان أحد قادرة في الجيش السوري الحر بأن سوريا تمتلك أكثر من 600 صاروخ محمل برؤوس كيموية فطبعا كان لابد أن يأتي الرد وأنه هناك حال التخوف شديد جدا من أن تستخدم هذه الأسلحة الكيموية في إسراع الذي يجري في سوريا المتحدث باسم الخارجية السورية خرج وأعلن وأكد بالفعل أن لدى سوريا أسلحة ضمار شامل أسلحة بيولوجية أسلحة جرسوبية ولكنها مسيطر عليها بشكل تام من قبل القوات النظامية أو من قبل الجيش السوري ولكن كان في حديثي أو في تصريحاتي يعني علامات ورسائل سواء للداخل السوري أو للخارج أنه من الممكن أن يتم استخدام هذه الأسلحة الكيموية إذا ما جرأ اعتداء خارجي على سوريا وده اللي أصار حفيزة المجتمع الدولي وأصار حفيزة الولايات المتحدة الأمريكية وأكدت على أهمية وضرورة التخلص من النظام السوري سرعة الإجهاز على النظام بأي شكل من الأشكال سواء عن طريق مد العديد من المساعدات التكنولوجية من وسائل الاتصال من المعلومات إلى الجيش السوري الحر ومرقبة هذه الأسلحة الكيموية ولكن أعتقد برضو أن مسألة عملية نقل الأسلحة أو يتردد أو اتهام الجيش السوري الحر إلى القوات السورية أو القوات الحكومية بأنها قامت بالفعل بنقل كميات من الأسلحة الكيموية إلى المطارات الحدودية هي أعتقد إشارة للضغط أو لتخفيف الضغط الدولي الخاري على دمشق ورسالة أيضا أن لدى دمشق أسلحة ردع تستطيع أن تردع بها سواء كانت إسرائيل أو أي دولة أو أي اعتداء خاري منها الممكن أن يتم استخدامه وده أعتقد هذه اللغة تم استهجانها شديدا من قبل المجتمع الدولي حتى أن الأمينة عام الأمم المتحدة بنكيمون دعا مؤخرا إلى ضرورة توحد المجتمع الدولي إلى توحد العالم في ضرورة إنهاء هذا النظام أو في ضرورة التوحد لحل هذه الأزمة بأي شكل بهدف وقف نزيم الدفع الذي يسيل بشكل يومي وبشكل رهيب لأن الذي يجري في دمشق حاليا ويجري في عموم المحافظات السورية من عمليات قتل وتدمير هي في النهاية تجري بأيدي سوريا وأبناء سوريين داخل الدولة السورية حقيقة وهي دي الكارسة فعلا أستاذ سعيد الحقيقة أنه كمان في البعض بيقول أنه موقف الأسد موقف قوي ومازال موقفه قوي برغم من المقاومات من الجيش السوري الحور ولكن موقفه مازال قوي لأنه الجيش السوري بيسنده فهل حالتك شايف أنه حقيه موقفه قوي تتوقع إيه للأسد يعني أفتكر أنه التناحي أو الاستسلام أو الحاجات دي هو أمور غير وردة بالمرة من التصرفات يعني واضح زي ما بيقول كده عندنا في المصري الجواب بين من عنوانه إنما الوضع كده حالتك شايفه إزاي بالتأكيد فكرة التناحي وفكرة التخلي عن السلطة غير وردة على وجه الإطلاق في الزهنية السورية على وجه الإطلاق أو في زهنية النظام أو في زهنية رئيس الأسد أنه يتخلى عن السلطة غير وردة على وجه الإطلاق هو مستمر وحتى النهاية باستخدام الحل الأمني في معالجة الأزمة وهو كما يراها أنها أزمة أزمة داخلية لا يجب على المجتمع الدولي ولا يجب على أحد التدخل في الشأن الداخلي السوري أن السوريين هم وحدهم القادرين على حل أزمتهم من الداخل ولذلك هو انطلق إلى النهاية ولا يرى المجتمع الدولي ولا يرى الدول الغربية على وجه الإطلاق ولا يسمع ولا يرى على وجه الإطلاق هو يمشي في طريقه ومصر على الاستمرار في عملية استخدام الحل الأمني تصورا منه أن ذلك سينهي الأزمة على رغم ذلك يقابله في الاتجاه الآخر إصرار من الشعب السوري في اتساع رقعة المظاهرات اتساع الاحتجاجات في العديد من المناطق التي جرى دخول القوات السورية فيها لأكثر من مرة في محاولة لوقت هذه المظاهرات أو التخلص منها رغم سقوط العديد من القتلى من المواطنين السوريين في مختلف المحافظات والمدن حتى والقرى السورية يعني حتى فيما يتعلق بالإعلان حتى الجيش السوري الحر فيما ترافق مع عملية دمشق ترافق مع أيضا إعلان الجيش السوري الحر بأنه استطاع أن السيطرة على نص محافظة حلب الأمر الذي استدعى أيضا إصرار النظام وإصرار القوات الحكومية بالتوجب الآليات والمعدات إلى محاولة وقت هذه الحركة وقمعها بالقوة المسلحة باستخدام كل مختلف الآليات العسكرية من طائرات ومن دبابات ومن مدافع هاون ومن أسلحة سقيلة طبعا بتكهل بتقع على كهل فيها تدمير طبعا للبنية التحتية السورية فيها تهديم يعني إضافة طبعا إلى الدماء التي تسيل والضحايا المدنيين طبعا إحنا ممكن نقول على أنه فيه جزء من اللي بيحصل في سوريا دندر نقول عليه حرب أهلية ولا لسه فيه أمل أنها تتوحد ولسه فيه أمل أن سوريا ترجع تاني يعني والله إذا استمرت إذا استمرت إذا استمر الوضع السوري على هذا الوضع وعلى هذا المنوال في ظل تقاعز دولي مجتمع دولي وفي ظل إصرار روسيا والصين على استخدام الفيتو سيظل هذا الوضع إذا استمر هذا الوضع أتصور أنه ده سيؤدي إلى حرب أهلية حقيقية لكن النهاردة هي بدايات حرب أهلية أما ما يجري فيه المدن السورية كمدينة حمص في وسط سوريا في محافظة إدلب في شمال سوري سوريا في دير الزور اليوم وأمس عمليات تدمير تدم في دير الزور في إدلب في القامشلي في محافظة الرقر في حلب في مدينة حماة في دمشق في ريف دمشق في درع المنطقة كلها ملتهبة كل المنطقة وكل المحافظات السورية ملتهبة من المتضرر هو الشعب السوري؟ من المتضرر؟ هو الشعوب التي تدفع التمن يعني الشعب السوري هو الذي يسبح نفسه بنفسه حقيقي تتوقع أن الإخوان المسلمين سيكونوا ورثة نظام السوري زي ما حصل في بعض أو في معظم البلاد اللي أمت فيها الثورات في الوطن العربي؟ والله وفقا لما أعلنوا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا في مؤخرا في اسطنبول أعلن أن جماعة الإخوان المسلمين السوريين ستبدأ بالفعل في إنشاء حزب سياسي لها لدخول في أعقاب انتهاء الأزمة السورية التي لا يعرف أحد كيف ستنتهي هذه الأزمة ومتى ستنتهي لا أحد يعلم كيف ستكون النهاية هل ستكون النهاية لصالح النظام ولا أعتقد أنها ستكون لصالح النظام بعد عمليات القتل والتدمير الذي جرت على مدى أكثر من 17 شهر منذ اندلاع الثورة في منتصف شهر مارس عام 2011 من قلب مدينة درع وهي مهد الثورة السورية ثم تضامن السوريين في مدينة حمص والتي سميت بعاصمة الثورة السورية وتوالت الأحداث وبدأت كرة السلج تجبر يوما بعد يوم وتأخذ في وجهها العديد والكثير من أبنائها من ضحايا وقتلها وشهداء وبوطة قليل وأسرة المسألة كلها أصبحت غير محسوبة التوقع من يتوقع كيف ستكون نهاية النظام لا أحد يتوقع من يتوقع أي النظام القادم كيف الصورة المقبلة في الحالة السورية إذا ما تمكن الجيش السورية هل هناك سيكون هناك وحدة وطنية هل سيكون هناك تواؤم هل سيكون هناك توافق ما بين الأحزاب والطيارات السياسية المعارضة سواء المعارضة السورية اللي في الداخل أو المعارضة السورية اللي في الخارج رغم أن هناك تنارم بسيط وأيضا فيه صراع داخلي وضع القوميات اللي موجود داخل سوريا وضع الطوائف التي تقين في سوريا كيف سيكون وضعها في المستقبل نحن نعلم طبعا أن هناك سوريا عبارة عن فسائف ساء كبيرة فيها منظومة كبيرة من الطوائف المتعددة فيها السنة وفيها الشيعة وفيها العلويين وفيها الأكراد وفيها الشركس وفيها المسيحيين فهي يعني متعددة قوميات وكانت فيها نوع من التسامح الديني حقيقة بالفعل وأنا عشت هذه التجربة بالفعل يعني لم يحس أحد على وجه الإطلاق أن هناك طائفية لكن بدأت الطائفية بالفعل من دما بدأت الأزمة السورية وكانت يعني مظاهرها واضحة في أشوارع دمشق بالإعلانات التي تدعو إلى توخي الفتنة فديت يعني أصبحت يعني كانت مؤشر الخوف من حكاية الفتنة الطائفية أتصور أن السوريين لديهم من الوعي لتدرك هذه الفتنة في المحلة المقبلة إن شاء الله بنتمنى أستاذ سعيد محمد أحمد مدير تحيير وكالة الأنباء الشرق الأوسط أنا بشكر حريك على وجودك معنا النهار دي فاندم نهار حريتك سعيد زي ما كان الأستاذ سعيد بيقول أنه السورة القادمة في سوريا ما حدش يقدر يتوقعها ولكن تبقى في عيوننا السورة الدموية اللي دايماً بنشوفها كل يوم في كل نشرات الأخبار بنتمنى أن ربنا يخفف عنهم بصراحة لأنه يعني ما عندهمش حد ما عندناش حد يعني نقدر نتمنى أنه هو يرحمهم من اللي هم فيه ربنا نروح لفصل ونرجع نستكمل فقراتنا خليكم معنا